السلام عليكم شباب و بنات إن شاء الله تكونون بخير وعوائركم الكريمة بأرف خير اليوم راح ناخذ المحاضرة الثانية لسلسلة الـ Medical Biology اللي هي تخص الـ Transport هذه المحاضرة تختص شون دا تنتقل الـ Molecules من فلان Cell A إلى Cell B شون دا يصير الـ Metabolism شون الـ Cell تقدر تصير satisfied with the molecules شون تصير with Equilibrium شون دا يصير بها التوازن شون دا تأخذ اللي تريده شون دا تطرح اللي متريده وهكذا هذا المش والسلسلة والشبكة من الـ الـ Transport Signaling and Transport Methods شون دا يصير الانتقال للمواد من وإلى الخلية هاو molecules موليكيوز يسأل هادا السؤال ويدراحة شون دا تعبر هادي الموليكيوز عن طريق البلازما ممبرين لازم طبعا انتو تعرفون قبلها البلازما ممبرين شون شون دا يتكون اللي هو يتكون من الليبيد الليبيد اكو بي اكو بيه هادروفيلك و هادروفوبيك بول والبروتينز اكو بيها و اكو بيها سنترل الانتقال من ضمنها اللي قلنا تكون اما عن طريق تكون عن طريق كيرير بروتينز و هكذا اللي وظيفتها انه تخلق جسر البروتينز هذا وظيفتها انه تخلق جسور هاذ الجسور مرتبة ترتيب كهربائي حسب الفوتيج و حسب الكميكال شارج دا الدخل الموليكيوز من وإلى الخلية The plasma membrane is a semi-permeable هو شبه نفاذي تمام وليس نافذ بصورة تامة و بصورة مطلقة ولا هو محجوز و حاجز الموليكيوز و المواد بصورة مطلقة يعني لا هو كونكريت ولا هو فراغ allows some molecules يخلي و يسمح ببعض الموليكيوز بعض الجزيات تمام اللي هي examples اللي هي small تكون اذا كانت خصائص الموليكيوز اللي can't pass the plasma membrane without any effort لازم تكون small number one non charged lipid soluble molecules هاذي الشروط الثلاثة اذا توفرت بأي موليكيوز راح تعبر من وإلى الخلية بدون سيطرة بدون محاسبة بدون أي شروط plasma membrane also is often regarded as differentially permeable or selective permeable احنا دائما نطلق عليه لقب selective permeable membrane انه يكون شبه نفاذي و اختياري هو يختار الموليكيوز اللي تعبر و ما تعبر ما يختارها مزاجيا وإنما يختارها وفق قوانين كيميائية و قوانين فيزيائية لمرور و خروج المواد بيكوز بيكوز مو معناته اذا صارت مو معناته لازم تمر لا الشروط لا تتوقف فقط على الحجم الحجم و شو احنا الكهربائية و هل هو ذائب بالماء ام ذائب بالدهون الموليكيوز موليكيوز اي شي اطلق علي كلمة اكتف معناتها انا اذا استخدم انرجي number one passive way which don't use انرجي هها طبعا مهمة جدا تنتبهوا لها خافي يجبوها true false وطبعا ما راح تعبر عليكم انو راح نتقدم بالمواضيع راح تصير سليقة انو تعخذوها انو ما هو الاسب و ما هو الاسب team يقضي نعدي separate way المواضيع simple diffusion Channel diffusion ديفيوجن يعني انتشار simple فعي بسيط انتشار البسيط وانتشار عن طريق القنوات and facilitated diffusion الاسب SaLd وانتشار عن طريق عام المساعد active way State بroll تقوم بتحديد التفاصيل ونشرحها هنا أول نوع من أنواع الـ Passive Way ونشرحها هنا الـ Simple Diffusion يندرج تحت الـ Passive Way هي ثلاث أنواع التي ذكرتها آني هذه هي Simple Diffusion, Channel Diffusion ونشرحها هناك ونشرحها هناك ونشرحها هناك من تتحرك الجزئات من أرش عطر بالغرفة ينتشر العطر من مناطق ذات تركيز العالي للعطر التي هي قرب ايدي إلى مناطق ذات تركيز الواطن البعيدة من الغرفة ينتشر إلى ما يوصل حالة التوازن الاتزان أن تساوى الجزئات بكل المساحة الغرفة يوقف الانتشار إذا انت تتحرك الجزئات من من الأخطر الرقارة من المساحة إلى المساحة بالتأكد منطق ذات تركيز العطر الرقارة ونقص بالتبحثة دائما نسميه نحنه يقول احنا منطق ذات تركيز العطر الرقارة يعني منطق ذات ينزل من العالي للواطنا Until they are distributed equally من تصير حالة الاتزان يا الله يوقف الدفوجن غازة يمكن تدفوز through the lipid bilayer This is mechanism by which oxygen enter the cells and carbon dioxide exit the cells معناته عندي الأكسجين والكاربون دايوكسايد يعبرون من خلال البلازما مبراين فريلي عن طريق الانتشار يتحرك أي غاز يتحرك داخل الخلية وخارج الخلية عن طريق الانتشار دخلة الأكسجين وخروج عن طريق simple diffusion that is a big deal يعني هذا كلش اكزامبل حلو اكزامبل مهم ممكن يجي how can the oxygen enter the cells and carbon dioxide exit the cells جاوب عن طريق simple diffusion ممكن يجي بالمسي كيو ممكن يجي بالترو فولس فنحفظها للأمثلة جدا يعني نحفظها لأنه تجي مثل ما موضح بالرسم طبعا إذا تشوفون العليسار الإناء والإناء العليمي العليسار رح يصير بيبدي بالdiffusion ما يوصل للحالة الاستقرار اللي هي اللي عاليمين ودائما من شروط الانتشار لازم أني عندي semi-permeable membrane أول شرط حتى يكون أي تفاعل وحتى يصير أي انتقال وحتى يصير أي exchange لازم عندي semi-permeable membrane and two areas واحدة قبل واحدة بعد الممبران نيجي على الأزموسيز شيني الأزموسيز هذي فد هميا يعني passive بدون أن نصرف بيها energy type of exchange and transport تصير عن طريقة بصورة خاصة للماء يعني هو عبارة عن simple diffusion للماء بس إحنا حطينا بين قوسين سمينا الأزموسيز النفاذيز يعني نفسه هو simple diffusion of the water نسمي أوزموسيز أوزموتك pressure develop on the side of the membrane that has the higher solute concentration عندك غاص بمي جبت أنت بيدك ملح حطيت داخل هذا المي الملح هو solute المادة المذابة والماء هو المادة المذيبة من حطيت الملح إناء المي وحدة ما بهايدروستاتيك pressure الهايدروستاتيك pressure شوك يتكون إذا أكو مادة مذابة ومادة مذيبة رح يتكون هيدروستاتيك pressure أو أو أوزموتك pressure نسمي إحنا الأوزموتك pressure شوك يتكون من أضيف الملح للماء رح يتكون عندي أوزموتك pressure تحفظون هاي المعلومة شنو كل ما زادت عدد ذرات السوليوت بالمحلول كل ما زادت عدد ذرات الملح بالمي كل ما رح يزيد الأوزموتك pressure هو pressure ينتج عن طريق من ذوبان مادة في مادة ويزيد بزيادة المادة المذعبة زين تحفظون أنه التناسب طردي كل ما زيادت آني السوليوت كل ما زاد عندي الأوزموتك pressure اخوص تحفظون اسموسي لدينا المثال المثال اثسل tube covered at the board and by differentially permeable membrane contains 10% sugar solution where put it in a baker contains 5% sugar solution the solute is unable to pass through the membrane but the water can pass freely through in both طبعا راح اشرح لكم ياها انا ومساعبها شوية فراح اشرح لكم ياها في التجربة بسيطة انه انا عندي شغلتين عندي انا اجيب انا اشرح لكم ياها احنا ارسمها رسم مبسط عندي هذا اناء بي محلول خلينا نقول بي مي بي شنو بي فد كم قطرة من الملح الاصفر هو الملح خلينا نقول انا ثلاث قطرات من الملح رسمة بنصة بداخلة فد انبوب تمام يعني دخلت بنصة هم انبوب اخر زين هذا هم بي ماء زين بس بي شنو ملح واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة هشترست ملح تمام اوكي بيناتهم فد شي سيمي برميابول مبراين اللي هو هذا بين هذا وبين هذا هذا خلنا نفرض سيمي برميابول مبراين عندي 2 اناء الزين الزين الاناء الازرق رح سميه رقم واحد والاناء الاخضر رح سميه رقم اثنين حركة الماء شون رح تكون رح تكون من مناطق ذات التركيز العالي للماء الى مناطق ذات التركيز الواطي للماء هنا السائل يسال من اسالكم وين تركيز الماء عالي بل إناء رقم واحدacion الو إناء رقم اثنين إناء رقم واحد ليش؟ لان الملح به قليل يعني انا من Direction MIDI لازم اشوف ياهو الأكثر و ياهو الأقل انا الأخضر بملح هواية أكثر من الأزرق الإناء رقم 2 تمام بملح اكثر من الإنارقم واحد من الإناء رقم اثنين بملح عالي اذا الماء بiene تركيزه أقل الإناء رقم 1 من بي ملح قليل معناتها بي تركيز الماء عالي حركة الماء من راح تكون من مناطق ذات التركيز العالي للماء وبين قوسين الواطئ للملح إلى مناطق ذات التركيز الواطئ للماء بين قوسين العالية للملح فراح تكون حركة الماء من رقم 1 إلى رقم 2 تمام؟ أتمنى تكون مفهومة هذه التجربة شون دي تحرك الماء؟ هو الماء عبارة عن simple diffusion من مناطق دهة التركيز العالي لعطر إلى مناطق دهة التركيز الواطئ ما أنا بس عندي شيئينelen أني أقارن كل ما زاد الملح كل ما قد تركيز الماء كل ما قل الملح كل ما زاد تركيز الماء ودائما عندي شيئين ماذا أقول أنه هذه تركيز المائق قليلة supervise لازم عندي شيئين أقارن بهم إناء واحد وإناء ثنين أقارن من يكون الملح هنا عالي eذا الماء هنا قليل وهكذا تمام رح نيجي إلى موضوع اللي هو Tonicity تشير إلى قوة المحلول قوة المحلول من نقول هذا هايبرتونيك أكون عندي ثلاث أنواع من التونيسيتي إنهم هايبرتونيك هايبوتونيك قوة المحلول معناته التركيز المحلول العالي أقول عليها هايبرتونيك المحلول إذا كان متعادل إذا كان محلول قليل قليل الملح به نقول عليها هايبرتونيك سنقول Cells can be placed in solution that have the same percentage of solute يعني إذا أجيب خلية وأخليها بنصف المحلول هذا الخلية بيها Tonicity يعني هي عبارة عن ماء بداخل الخلية وأملاح الماء هو سايتو بلازما أملاح مذابة به خلني نقول التونيسيتي مالتها فرضا فرضا فور اكزامبول ثلاثة من الخلية بمحلول التونيسيتي مالتها هم ثلاثة لأمبي مايو ملح أيضا راح تكون الخلية هنا أنا عايشة تمام ما بيها شي لذلك لذلك فد ملحوظة بالبلاستيك سيرجيري بجراحة التجميل إذا واحد انقطعت إيده أو انقطع أصبعه أو انقطع أي شي من رجليه وريد الرجع على الجسمه لازم هاي القطعة المقطوعة يعني اللي ما أخوذها واللي مجروحة واللي واقعة بالقاع ناخذها ونحطها بالنورمال سلاين النورمال سلاين اللي هو البطل من المغذي اللي هو شنوه؟ اللي هو ايزوتونيك سوليوشن ليش أحطها هنا حتى ميصد بها دامج لأن تنحفظ تمام ما يصير أحطها بهايبر ولا أحطها بهايبو لأن راح يصير عندي دامج وراح يصير عندي فد خلل ودستيربنس راح أشرح لكم يا بعدين بس المهم تفهمون إنه أنا إذا أريد أخلي فد أي شي في محلول حافظ وآمن لازم أخلي بايزوتونيك سوليوشن اهاير بيرسنتيج أوف سوليوت نقول عليها هايبرتونيك الأور بيرسنتيج أوف سوليوت يعني فد مادة قليلة من الأملاح المذابة بداخل هذا السوليوشن نقول عليها هايبو تونيك than the cell أيزوتونيك سوليوشن سوليوشن that cause cell neither to gain nor to lose يعني ما يخلي الخلية لا تفقد ولا تكتسب ما ليش؟ لأنه التونيسيتي ما السل تساوي التونيسيتي ما الأيزوتونيك سوليوشن that is the solution the solute concentration is the same on both sides of the membrane نفس الشي تركيز السوليوت بين الخلية وبالما نفس الشي فإذاً هذا سمينا ايزوتونيك أفضل مثال على الايزوتونيك سوليوشن اللي هو التسعة بالمئة نورمال صلاين اللي هو الصوديوم كلورايد سوليوشن or the salt صوديوم كلورايد is known to be ايزوتونيك to the red blood cells because the cells neither swell نور شرينك ولا تنكمش when placed in the sodium لذلك الواحد ذهب الضغط يفض معلومة لكم ننطين 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 نورمال صلاين يحتوي على النور الصوديوم كلورايد ولكن حتى من أدخل داخل الجسم من أنطيد المريض رح يطب هذا بالرد blood cells هي عبارة عن cells تمام فدا أنطي ايزوتونيك حتى ما يصير بها ربتشر ولا يصير بها سول ولا يصير بها شرينك يعني أنا أنا مؤجر وسنطي hypertonic وتت يصير في الدمج بالربي بالكورية الدم الحمراء لا أنطي ايزوتونيك solution اللي هو النورمال صلاين واللي يحتوي على صوديوم كلورايد الهيبرتونيك من أقول معناته أنتو لازم تعرفو من أقول الهيبرتونيك تقولون غلاس مايو بي ملح هواية تركيز السوليوت ما التعالي أعلى من الايزوتونيك فسميناه hypertonic solution that cause cells to shrink due to loss loss of water هسا رح أفهمكم شون يصير loss of water و شون يصير بها shrinkage الخلية any fluid with a concentration higher than طبعا أخذوا الايزوتونيك ستقولون شون صار hypertonic و شون صار hypotonic رح أقول لكم بالمقارنة بالايزوتونيك solution زين شنون أخذوا في معيار خلوا به الايزوتونيك solution اللي هو التسعة بالمئة صوديوم و كلورايد أي شي أكثر من التسعة بالمئة هذا سميناه hypertonic أي شي أقل من التسعة بالمئة سمينا ايزوتونيك زين شون وصلوا هالتجربة جابة و ريد بلوت سيلز اللي هي كرية من حمراء ما يصير به شي وتكون نورمال فأخذوا التركيز وسووا آيزوتونيك صلاني رح أرسم لكم رسمة حتى توضح لكم الهايبو والهايبرتونيك شوفوا الرسمة رسمها هو إذا أخلي إذا اعتبرنا إذا أشرتكم عنها هذي إذا اعتبرنا هذي 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 كرة يدام حمراء تمام خليناها بنص محلول وسط هذا المحلول هذا هايبو هايبوتونيك هايبوتونيك الماء يحرك من مناطق لها التركيز عالي إلى مناطق لها التركيز واطي إذا مين رح يطلع رح يطب أن من هايبوتونيك إلى داخل السل تمام لأن هايبوتونيك معنا أم ملح قليل فمعناتها ماء اعلى فراح يدخل من السوليوشن الى داخل السل يسوي لي انتفاق وهذا الانتفاق رح يدي لي الى الربشار يعني انفجار كرية الدم الحمراء زيان لي جوه المحلول اللي جوه اللي هو الهايبرتونيك سوليوشن تمام اش رح يصير الان خليتها بهايبرتونيك الهايبرتونيك شبي بملح عالي وماء قليل حركة الماء امنيا تكون بالاوزموس من مناطق ذات التركيز العالي للماء والقليل للملح الى مناتق ذات التركيز الواطي للماء والعالية بالملح اذا رح يتحرك من السل من داخل السل الى المحلول فراح يصير عندي شرنكيج رح يصير حركة الماء هذه هاي حركة الماء تمام فراح يصير عندي شرنكيج انكماش بكورية الدم الحمراء هذا الاوزموس وهاي المحالي المالتات موضوع كلش مهم وكلش مفهوم يعني ومرتب بس تحفظ القانون ما تنسي وتعرف تحل ايشي وتعرف تستنتج اش رح يصير وميصير اذا خلينا بهايبر او هايبو او ايزوتونيك تمام اخذنا اول موضوع بالباسف ترانسبورت كليته طبعا هذا جزء من الباسف ترانسبورت ويشمل السيمبل ديفيوجن رح نيجي الى موضوع اخر اللي هو نوع من انواع السيمبل الباسف ترانسبورت اللي هو ساحتمل ساحتمل لا تستخدم انيرجي لا يستخدم انيرجي استخدم لحركة الايونات مثال عليها الهايضروم الكلاير يحتاج فقط إلى مرور البروتين مثل الرسمة الموجودة هذه موجودة في البروتين موجود داخل البلازما الممبرين هي عبارة عن قناة تسمح بمرور هذه الأيونات حسب شحنة الكهربائية التي تتوافق مع شحنة هذه القناة الفاصيلتات الدفوجين is another type of passive transport system that doesn't use energy but require a carrier protein assist the movement of glucose هنا أنا شنو الكاريير بروتين الفاصيلتات الدفوجين يحتاج مساعد المساعد هو يسميه كاريير بروتين مثل ما موجود بالرسم هذا الكاريير بروتين يحتضن المادة اللي يريد ندخلها داخل الخلية ويدخلها هو داخل الخلية مثل الوساطة تمام كمثال عليه هو الكلوكوز or amino acid الكلوكوز هو الشكر هو الشقر والأمينو أسد هو الحامض الأميني هي اللي تتحرك وتدخل داخل الخلية عن طريق تأتي كأكزامبل وتأتي كأم سكيو في بعض الأحيان نسميه هو نفسه فد ناقل نسميه يرتبط بس بارتكال موليكيول بارتكال موليكيول يعني فد موليكيول فد موليكيول خاصة such as الكلوكوز يعني ما يرتبط بكل شيء وإنما يرتبط بشيء محدد وخدنا فد مثال مهم عليه اللي هو الكلوكوز الشكر شوني يعني هاي كنينيكال نوت مهمة وحلوة رح تبحر شوي بيها أنا عندي نوعين من الديابيتس ميليتس اللي هو السكر مرض السكري النوع الأول اللي يكون بالشباب نتيجة نقص وعدم موجود الإنسولين المريض يكون ما عنده إنسولين ويبدي من الشباب من عمر العشرين وجوه وفوق يعني بهالحوالي عشرين خمس وعشرين وجوه هنا أنا ما عندي إنسولين فلذلك أنطيهم دول المرضى إنسولين لازم يبقى طول حياته على الإنسولين لأن ما عنده أصلا إنسولين ما عنده من البتاسالز ومن البنكرياس ما كوا إفراز للإنسولين نتيجة فد بروبلم إما جنتيك أو فد إياتروجينيك دامج نسوي عمرية ونضرب البنكرياس وإلى آخره هذا النوع الأول النوع الثاني اللي هو التايب 2 اللي هو الجنتيك اللي هو الوراثة ينتقل بالوراثة النوع الثاني أنه أنا عندي إنسولين المريض يجيني عندي إنسولين بس المشكلة وين بالريسبتر أنا دائما أكو شيء حتى أضمن أن كل شيء يتم بصورة تامة وبصورة فعالة أنا عندي مرسال وعندي مستقبل الإنسولين هو الهرمون لازم إلا فهد مكاني وأدبية اللي هو الريسبتر الموجود بالسلز إذا عندي دمج أو عندي أبنورمالتي بريسبتر أو السنستيفيتي ما ريسبتر حساسية الريسبتر المستقبل تكون قليلة رح يكون عندي خلل أنه الهرمون ما رح يأدي وضيفته بصورة تامة تمام فالنوع الثاني من الدايبت اسم اللي تسعدهم إنسولين بسعدهم خلل وين بالكارير بروتين اللي هو الريسبتر اللي يستقبل الغلوكوز أنا شون وضيفة الإنسولين وضيفة الإنسولين يقود يلزم الغلوكوز من إيدي ويجيبها للخلية ويدخلها داخل الخلية حتى يصير بميتابولوزم ويفرز لي طاقة إذا عندي خلل بالناقل اللي هو ينقل ويدخل الغلوكوز داخل الخلية اللي هو الريسبتر أو البروتين ترانسبورت فمعناتها ما راح يطوب داخل الخلية اللي غلوكوز راح يبقى بالدم من يبقى بالدم راح نقيس منسوب السكر أو نقيس السكر للمريض نلقاه عالي فنقول هذا مصاب بالسكري النوع الثاني اللي يكون بعمر متأخر ويكون مراثي ويكون إنه عنده إنسولين ولكن خلل بالريسبتر ماتة هذو اللي دائما ننخليهم على علاجات من ضمنها الزيت فعالية الريسبتر والزيد السنسيتيفتي ماتة والزيد الافينيتي ماتة فالملاحظة أكو مرض اللي هو البيسيو استكيسون وضايض أيضا يصابون بالتايب 2 ديابيتس اللي هو التيمبراري نوت بيرمننت يعني له صورة مؤقتة وليس بصورة دائمة إذا لقيت العلاج الفعال دائما ننطيهم نقولهم نقللوا وزن لأنه شنو أكو في الدراسة إنه الفات من يزيد ننسوب الفات بالجسم رح يأثر على glucose receptor من يأثر على glucose receptor رح يسوي بها دمج فرح يصير قراءات الراندم مالتها الشقر مالتها قراءات السكري مالتها عالية تمام من يقلل الوزن كل ما تقل نسبة الفات بالجسم كل ما كانت الريسبتر فعالة كل ما كانت الريسبتر اكتف كل ما كانت السنسيتيفتي وحساسية الريسبترات هسا خلصنا من الاسم وخلنا ثلاثة أنواع من عند الاسم ديفوجين التفجين والفاصيل التفجين عندي الاختف ويز الاختف ترانس بورد الاختف الاختف عندي ثلاثة الاختف ترانس بورد الإكزوس والإندوس سيتوس زيان اول نوع اللي هو الاختف ترانس بورد بعض الموليكول بعض الجزئات وبعض الإيونات تنتقل across the plasma membrane against their concentration gradient يعني شنو عكس الgradient التركيز مالتها عكس الطرق وجهد التركيز مالتها if the appropriate transport enzymes and source of energy are available يعني شنو الاختف ترانس بورد هنا عكس الpassive ترانس بورد انت هس من تجي الدحرج فد احجارة او فد كرة او فد ثقل انت شاير فد خمس كيلوات تجيب من فوق لي جو او الدحرج من مكان عالي لمكان واط بس تنزل علي كيفك بدون تخسر طاقة هو يدحرج وينزل من نقطة اي لا نقطة بي اللي نقطة اي اللي ه فوق نقطة بي جو بس بالعكس من تسحب من جو وتصعد لي فوق تمام هنا رح تبدو الجهد هذا اللي يعكس الاختف ترانس بورد الاخنا كنتشن من من مناطق ذات التركيز عالي الى واط في انتشر من خلق من حالة يعني تمام هنا بالاكتف ترانس بورد رح ننقل المادة من مناطق ذات التركيز الواطئ الى مناطق ذات التركيز العالي فرح نصرق طاقة نحتاج ATB من السلز توفر لنا حتى ننقل هذا الموليكيوز او هذا الايون اللي نحتاج ه وتحتاج الخلية لان الخلية ما معقولة بس تحتاج ايونات تحتاج فالموليكيوز مهمة للبناء والبروتين وهكذا لانشاء الفنكشن ما النورمال النورمال الفنكشن نحتاج بعض المواد اللي تكون تركيزها عالي داخل الخلية وتركيزها بره واطئ فأجيبها من بره لأجيبها من واطئ الى عالي فرح نصرف طاقة والعكس صحيح انه اطلعها من داخل الخلية الى خارج الخلية بروتين بروتين مهمة بروتين بروتين مضخات بروتين يعني مضخات هذه فالبروتينات نحتاج حتى المضخات حتى تنقل بعض المواد عن طريق الى اكتف ترانسپورت اهم مثال الى مضخة الصوديوم بوتاسيوم بمب تمام بوتاسيوم بمب كيريرز الصوديوم تركيز برا اعلى من تركيز داخل الخلية وتركيز البوتاسيوم داخل الخلية اعلى من تركيز خارج الخلية من اريد احرك الصوديوم من الخلية الى خارج من تركيز الواطئ الى تركيز عالي احتاج اكتف ترانسپورت والعكس صحيح والمعنى صحيح ونفس بالنسبة للبوتاسيوم ثم دا احركهم عكس الاكس الكون مالتهم من قليل من واطئ الى عالي مالتهم مالتهم احد من المعنى 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 من تركيز هو السيستيك فايبروسيز السيستيك فايبروسيز هو مرض وراثي وجيني يكون خلل بالجينات يكون بالطفولة يبدأ اول ما تولد بالحياة يولد وياك شوان نكتشف عادتين المريض يجيني with recurrent chest infection يعني متكرر chest chest infection ارتهاب الصدر وح واسرات الهوائية يكون ارتهاب ما تم متكرر يعني من انت يتكرر الاتهاب متك مثلا بالسنة فد سبع مرات ثمان مرات عشر مرات هذا معنات يدوق عندك جرس انذار انه لماذا المريض يصير عند recurrent chest infection لا سيستيك فايبروسيز هو مرض وراثي مرض جيني خلل بالجينات او كير وين در ادفكت مني صير عندي خلل بالجين on the cromosome 7 this cystic fibrosis called CFTR CF يعني هذا الجين شي تحفظون المختصر ما تأسهل لكم هذا الجين هذا الجين كودز يعني كل جين عنده كود يعني كل جين هو الامر والمحرك جين يحرك لبروتين يعني كل جين مسؤول عن بروتين معين يعني يعني يشفر ليا وينطين ايا حتى يعني يكون مسؤول عن مسؤولية مباشرة فهذا الجين اللي هو CFTR يعني يسوي لكودين لل CFTR بروتين زيان هذا البروتين هو عبارة عن نوع من انواع البروتين اللي اخذناها فوق من ان البروتين هي بروتينات موجودة بال تسمح بمرور الايوانات مثل الكلورايد اللي هو الكلور من وإلى الخلية لأنه ما يقدر يمشي فيمشي بالشانل بروتين هذا عبارة عن شانل بروتين اللي هو CFTR زيان شانل بروتين شون مسؤولية هذا شانل بروتين بروتين موجود بخلايا 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 يعني موجود هذا وين البروتين موجود بخلايا اللي هو تمام يسمح انتقال للماء والكلورايد هذا المفروض يكون مسيطر ومهيما على هذا ويسمح بمرور وخروج الكلورايد حسب حاجة الجسم حسب حاجة الخلية من يشتغل بصورة صحيحة آيون تمر هذه المواد وتكون حركة المرور حركة منتظمة حووو وين بروتين مالفنكشنين يعني ميشتغل مال عكسة مالفنكشنين ميشتغل ديصر عندي بلوك ديجمع عندي الووتر وين داخل الخلية ما دي يطلع بره تمام لنتيجة انسداد هذه القناة رح يصر عندي تجمع للثيك ميوكس فدمادة لزجة وسائلة تمام هذا الميوكس سيكريشن وين رح يصير داخل اللنج عادتين أي مكان رطب يصير عنده انفكشن مثلا جماعة الفي اس دي اللي يصير عندهم فتحة القلب الولادية تكون أيضا الرئة بلد أبو ميوكس فلذلك يكون ريكران تاك أو تشيس انفكشن ويكون إذا جوهم تشيس انفكشن الهذول الناس طبقة من البشر اللي يكون الريئة مالتهم رطب بعد هثيك ميوكس نتيجة الدس أورد طبعا مو نتيجة عادية يكون التهاب هم أقوى من أقرانهم إذا كانت نفس البكتيريا إذا تهاجم هذا الشخص تكون أقوى وأكثر طولا وأكثر مقاومة للعلاجات لذلك ذولة يصير عندهم ميوكس يعني الووتر ماذا يطلع يصير عندي بلوكينج ماذا يطلع خارج اللانج فديصير ميوكس سيصير الرئة الرطبة هذه الرئة الرطبة تسمح ب growth of bacteria and resistance of bacteria فلذلك تعالجة يأتي ورا شهر هم نفس الشي chest infection ورا ثلاثة شهر chest infection وهكذا إذا هذا مرض cystic fibrosis النوع الثاني من active transport اللي هو exocytosis exocytosis أي شيء من exo exo معناته out indo معناته in هاي فد راح تأخذوها بالترمنولوجي المصطلحات الطبية exo معناته خارج cytosis هي البلعمة البلعمة الخارجية والبلعمة الداخلية during the exocytosis شوف الرسم وقرر الحاشي أنا راح أقراركم الحاشي وانتوا باعوا الرسم during the exocytosis vesicles فد حواصلات often formed تتكون هذي من gorge apparatus هي المكون لهذه الحواصلات and carrying طبعا هاي مهم gorge apparatus تحفظوها لانه يجي mcq من يندها تتكون هاي الحواصلات carrying هذ راح يتيجي الحواصلة carrying specific molecules تحتوي على بعض المولكيوز داخلها fused with the plasma membrane راح ترتسق بالplasma membrane زين on secretion او كير راح ترتسق بيه والذب مخرجاتها out of the cell تمام مثل ما تلاحظون بالرسم هذي المولكيوز جتي ويا البلازما ممبرين بأجت ومفتحت لي برا ورمت المخلفات والمخرجات مالتها خارج الخلية تمام هذا نسميه بالexocytosis مثال عالية this is the way that the insulin leaves the insulin secreting cells طبعا هذي هذي الطريقة يستخدم تكون وين بالبنكرياس ليش البنكرياس من تيد تطلع متصنع الانسولين داخل الخلية من تيد تطلع خارج الدخلية حتى يروح للدم وينتشر للجسم بقية أجزاء الجسم تجي حويصرة وتغلف الانسولين وتخرج للبلازما مبراين وتقذف الانسولين outside the cells to the extra fluid اللي هو البلط زين عندي الاندوسايتوسيس بالعكس during the اندوسايتوسيس cells take in تاخذ في substance يعني الاندو من بره الجبليا ليجوه من بره في المادة أريد أجيب ها ليجوه رحم لتصير انبعاجة بالبلازما مبراين يتف حول هذه المادة ويغلف ها ويدخل داخل الخلية حتى تستفاد من عدها الخلية during the endocytosis cells taken تاخذ substances في المواد by physical formation عن طريق تكوين حين ويصل a portion يعني في الجزء of the plasma membrane ينبعج جزء من المبراين ينبعج مثل ما تشوفهم بالصورة to envelope حتى يغلف the substance حتى يغلف pinched يعني فهذه الحويصلة pinched off يعني تعوف مناطق اتصالها بال plasma membrane تصير بحرة وحدها داخل الخلية تمام from an intracellular to form an intracellular physical راح تكون مثل ما تشوفهم بالرسم عليمين food particle اخذتها وطببتها لجوه صار وياها fusion اتحاد بال اللي هي المادة اللي تحتوي على الانزيمات الحالة حتى تحطم هذه المادة وتستخرج من عدد الطاقة وبعدين المخرجات مالتها تخرج خارج الخلية عن طريق exocytosis there are عندي three methods of endocytosis يس اني exo هي مثود وحدة انو اذا اطلع خارج بس الاندو عندي ثلاث انواع لها اول واحد phagocytosis means cell eating معنا الخلية تاكل when large materials taken inside the cells تمام such as food particles يعني يحدث when large materials فالمواد كبيرة تأخذ داخل الخلية such as the food مثل الطعام or another cells example white blood cells هذا مثال حلو ومهم انو قرية الدم البيضاء تسوي engulfing من تبتلع البكتيريا and worn out red blood cells by phagocytosis تمام يعني من تبتلع كرية الدم البيضاء البكتيريا هي عن طريق phagocytosis digestion occur when resulting vacuum fuse with lysosome مثل ما تعرفون مثل ما شرحت لكم بالرسم انو انا من راح تبتلع هذا المادة اللي تكون خارج الخلية وداخلها داخل الخلية انا اريد استفاد من عدة انا كمان حالي اخذتها الاستفادة الكبرى للخلية هي الطاقة انت اذا تدفيد الخلية هي الطاقة كل خلية تحتاج لها طاقة حتى تتشغل المعمل مالتها فتاخذ من عدة الطاقة عن طريق اللايسوسوم يسوي digestion ينتج مواد صغيرة وطاقة الطاقة تاخذها وتطلع المواد الضارة المتستفاد من عدة خارج الخلية phago هو cell eating بينما pino means cell drinking يعني phago متخصص باخذ المواد الكبيرة والصليبة بينما pino cytosis ياخذ المواد السائلة والمواد الصغيرة cell drinking يعني شرب occur when the vesicles formed around a liquid or very small particles example cells that line the kidney tubules or intestinal wall use this method of ingestion substance يعني انا اكثر شي استخدم هذه الطريقة تستخدم بالمناطق اللي تكون بيها fluid بالمناطق اللي تكون بيها احتاج بيها fluid احتاج ان اترع مواد سائلة اللي هي بالانتستين بالامعاد الدقيقة وكذلك بالكيدني tubules بالنبيبات الشعري الموجودة بالكلة النوع الثالث اللي هو receptor mediated endocytosis اللي هو form of penocytosis زين that is quite specific كلش مهم وكلش خاص because it involves the use of receptor protein يعني فالreceptor protein احتاج ريسبتر زين هذا receptor shaped in such a way that a specific molecule combine to eat يعني مثلا انه انا اريد اكل شي او اخذ شي من الخارج لازم هذا المادة الموجودة بالخارج فهذا مادة نادرة وخاصة جدا لذلك الجسم حتى يتعرف عليها اكون عندي receptor هذا receptor يعني مستقبل خاص عند الشفرة مال هاي المادة الان اريد المادة اريد اكل خيارة هالخيارة عندها code عندي يعني اعمى عندي receptor بس مادة اشوف الخيارة وين بس عندي receptor من تلتصق بها الخيارة ويصير عندي coding يعني دا تكون هاي المادة فعلا هي هاي الكود مالتها وهي هاي الشفرة مالتها راح اخذها و ااكلها وادخلها داخل الخلية هذا مثال على receptor mediated endosite وفرق عن البقية انواع البقية انواع البقية ما احتاج receptor اي مادة اشوف قدامي اشير هواكله بس هنا لازم receptor لازم شفرة خاصة كمان ولذلك هذه المواد فد مواد قليلة وليست كثيرة وفد مواد خاصة ونادرة تحتاج الخلية تفشل بأخذ نوع من الدهون والكوليسترول اللي هو نوع آخر من الدهون مولكيولز فروم البلاد باي ريسبتر mediated endocytosis فهمتوا شون يعني اني عندي الخلية مشفرة انه تاخذ اللايبوبروتين والكوليسترول بطريقة انه عندي ريسبتر لها عندي ريسبتر للكوليسترول عندي ريسبتر للابوبروتين بحيث وين ما اشوف قدامي ابتلع هذا اذا فشل هذه العملية فشلت هذه العملية لسبب او لاخر بسبب فشل الريسبتر بسبب فشل الدمج للخلية معناته رح يمر من قدامي اللايبوبروتين ويمر من قدامي الكوليسترول واني ما عرف أخذ ماذا اقدر اخذ زين فدي صين عندي فال مرض يصيب الجهاز القلبي والأوعية الدموية دوارفزم هو القزم قصر القامة فالنوع من أنواع هذا مثل ما قلت لكم انا اي هرمون بالجسم اي كيميائي اريد احصل على لازم عندي هرمون فعال و ريسبتر فعال من عندي خلل مرات اك خلل بالهرمون فد مرض وراثي او فالدمج يصير للغدة اللي تفرز هذا الهرمون رح يصير عندي خلل بالهرمون وهذا الغالب صراحة يعني الله لطف علينا انه لان الرسبترات من صير بها ان سنستف مو كل لها علاج اك ما لها علاج يعني ما تقدر تشتغل عليها تمام بس اك وتقدر تشتغل عليها زين فان عندي دول قصر رقامة اما عندي خلل بالهرمون بالغدة النقامية اللي تفرز للغدة هرمون او عندي خلل بالرسبتر لهذا الهرمون فواحد من من انواع لدوارفزم انه داي يصير عندي خلل بالرسبتر نانو فونكشن نانو هرمون رسبتر تنطيني الهرمون ما عده النورمال رسبتر لك يعني تفتقد نيجي الى موضوع اللي هو صراحة هذا موضوع معقد هذا الموضوع يحوم حول شون داي صير عندي انتقال الشرارات ان كانت كهربائية او ان كانت كيميائية من خلية الى خلية اخرى شون داي صير الشرار الكيميائي والكهربائي بالخلايا العصبية شون داي انتقل شون دا افتهم طبعا هو عبارة عن الشبكة جدا جدا معقدة الله خلقها بنا بدون لاح ولا قوة من عدنا بس احنا لازم نفتهم هذي شون دا تشتغل علاقا نفتهم التركيب الاساسي الـ الـ الحجر الاساس والقوانين اللي تشتغل به هذي الخلايا حتى تنقل معلومات اللي تريدها من خلية الى خلية اخرى الخلايا اللي تكون بالكائنات الحية اللي تكون متعددة الخلايا مثل الانسان need to communicate هذي الخلايا تحتاج ان تتصل with another to regulate their development into tissue يعني ما بس ابقي خلية خلية تحتاج ان تكبر تتصل بالبصفة وبالبصفة وبالبصفة حتى تكون التشو والتشو يكون الى organ وهكذا زين to control their growth and division ايضا حتى تسوي حساب و control سيطرة على growth مالة النمو والانقسام and to coordinate ترتب وتنظم زين their function وظائفه كل هذا حتى تقوم بالخلية لازم تحتاج communication ويالخلاعي الاخرى many cells form communicating junctions that couple adjacent cells and allow the exchange of ion and small molecules يعني اكو بين خلية وخلية فشون احنا من نبني بين بيت وبيت نبني نبني حتى نطب من خلال البيت اللي بصفنا اذا تشانو اقاربنا مثل هذا ده تسوي الخلية انو خلية بصف خلية ده تفتح لها فتفتح ها يسموها gap junction اوكي gap junction انو هذا نقطة ارتباط خلية بخلية اخرى من خلال هذا gap junction ده تصير انتقال الائون من الخلية و الى الخلية بصفة بدون الحاجة الى الخروج خارج الخلية من دار لدار through these channels also called gap junction نسميها هي هذه القنوات signals الاشارات may pass directly تنتقل بصورة مباشرة from the cell to the cell without reaching the extra cellular بدون تتلع من خلية لا خلية بدون تتلع بره والإكترا سيلي يعني خارج الخلية وتروح وتجيني الى داخل الخلية لا فالشي easy انه اكو جسر بين خلية و خلية تنتقل على الاشارات والمواد الصغيرة solubal extra cellular signaling molecules signaling molecules انه هي الاشارات يعني شنه signaling molecules هي فالمواد موجودة خارج الخلية بال extra cellular خارج الخلية هذه المواد تسمح لي بعدها كود خاص اللي يسمي اشارة تسمح بنقل الاشارة تمام الاشارة اللي هي شنية تحمل معلومة هذه المعلومة تنتقل الى الخلايا الاخرى من خلية الى خلية تمام قد يكون هذه المعلومة انه اصنعي بروتين اصنعي كذا استقبل الايون الفلاني وهكذا هذه الايونات هذه الاشارات يعني عبارة عن طيور زاجر تحمل الريسائل الى الخلايا هذه الموليكيولز بايند ريسابتر بروتينز only found on their تشو طبعا رب العالمين من سواها يعني هذا الخلق الذكي انه انه انا ما ادز فدمرسال ويروح بكيفة هذا رح يتيه يعني هذا الموليكيول اللي تحمل الرسالة البراثية اذا تروح على خلية وين تروح يعني اخو ما بكيفة لين اكو عدة خلايا ازين بدلا ما تروح على خلايا الركيديا تروح على خلايا الدماغ بدلا ما تروح وهكذا تصير تيه لذلك اكو فدشي اسمه ريسابتر and لغند فدشي سيستم عام بكل الجسم كل الجسم يتم ويعني يشتغل حسب هذا النظام انه انا شكو شي يحمي الرسالة لازم بالمقابل الى ريسابتر فدشي مستلم هذا الريسابتر يستل عندك كود وشفرة تتوافق مع الرسالة اللي جايبها هذا المرسال لذلك ديصير عندي المرسال يعني بالخلايا اللي اريد اروحها كل نوع من انواع الخلايا تحتوي على سيت كامل من الريسابتر الريسابتر الريسابترات عبار عن بروتينات تمام اللي تخليني اللي تخلي الخلي تستجيب إلى سيت آخر من المولكيوز اللي هي سيجنالين المولكيوز في طريقة منظمة جدا 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 سيت أنواع لأنواع السيجنالين شون تنتقل هذه الشرارة والمعلومة من المرسل من المرسل اللي يرسل هذه المعلومة إلى المستقبل تمام رح نشوف أول شي اندوكراين سيجنالين اندوكراين سيجنالين السيجنال المولكيوز اللي هي الهرمون نسميها تنتقل عن طريق البلد بالدم إذن أنا عندي هاي الطريقة الأولى اللي تنتقل بها الهرمونات بالدم وتوصل للتارget تشو للخلايا اللي أريد أشتغل عليها أكو عندي اللي هي السيجنالين المولكيوز اللي تصير مواد كيميائية الرابط اللي متابولايز يعني يصير بها degradation تنهضم so that they act only on the local cells very close to the source يعني هذي ما رح تتسغل على البركراين يشوف الاندوكراين يشتغل بالدم فيروح حتى لو مكان بعيد عن السورس تمام يعني هو يروح بالدم يوصل كل الخلية من خلائي الجسم ولكن البركراين هذا يقدر يشتغل بس على الخلية بصف الخلية اللي فرزت السورس تمام اللي فرزت يصير ب degradation يتحطم ويشتغل على الخلية لجيران يعني هذا البركراين يشتغل بس على الجيران فقط عندنا نوع آخر اللي هو synaptic signaling a special kind of paracrine يطلق هذا الخلية السورس الخلية الام والمصدر رح تطلق نيورو ترانزميتر اللي هو الناقل العصبي act only on adjacent cells through special contact areas called synapse يعني فرقة عن الأول البركراين البركراين ما كان اكو synapse هو الفضاء اللي يكون بين خلية وخرية اخرى ولكن بال synaptic لازم اكو فضاء الفضاء هذا يعني نيورو ترانزميتر ينتقل الناقل العصبي للفضاء وبعدين من الفضاء البيانات هم الفضاء البيني اللي بين هذي الخليتين ينتقل الى الخلية تارجت اللي اريد اوصل ها تمام فور اكزامبل شو وقت يشتغل هذا synaptic signal يشتغل بالنماقل العصبية الخلايا العصبية بال cns بال بالجهاز العصبي حس لازم تعرفون ان البراخرين يشتغل على جيران بينما synaptic يشتغل على القريبة ولكن لازم عندي شرط لوجود synapse يوجد الفضاء بين خلية وخلية اخرى من اسمها auto يعني تغذي نفسها بنفسها يعني من نوبية انا اللي اطلق الناقل العصبي او الناقل او signal molecule واني يستقبل ايشتغل علي نفسي يعني الخلية اللي صدر هذا signaling molecule هي نفسها عدها receptor الى فتستقبل هذا auto عدنا juxta crine signaling هذا important in early embryonic tissue interaction هذا موجود وين بالنسيج الجنين بالتفاعلات اللي تكون بالنسيج الجنين embryonic يعني جنين signaling molecules هذه molecule remain part of cells تصير part يعني جزء من هذه الخلية من جزء من surface من bind surface receptor on the target tissue and the two cells make رح اشرح لكم هنا معنا which معنا أنا عندي خلية الأولى هذه الخلية خلية تائهة اوكي اهنان المادة الاريدة انقولها اللي هي signals تحمل المادة الوراثية تحمل المعلومة ما رح تطلع خارج الخلية رح تكون part of the cells شوف شون جزء من عدها جزء من عدها رح تبقى تمشي هذه الخلية تبقى تمشي ان ما تشوف cell بصف cell واحدة بصف اللوخ يشتغل هذا النوع من انواع signaling molecules طبعا هاي جدا مهم من انواع تجي تعداد تجي mcq تجي true false مثلا يقولك jessa crying هاي غذي نفسه بنفسه هذا غلط هذا ال auto crying هو غلط مو بال embryonic ولا وهاكذا فاقدر اجي منها سير قيامة الله انتفهموها لازم تفهمون هذا اللي يسمينا auto هذا اللي يسمينا para هذا اللي يسمينا sinaps وهاكذا شنو فرق كل واحد عن الاخر زين لدينا موضوع اللي هو receptor and their ligands هذا اللي قلت لكم يا السيستم العام طبعا انتو تعرفوا من رح نقرأ رح تعرفو ال ligand ligand هو شنو ال ligand هو الجزء الفعال من signaling molecule مو مو شبيرة خلنا نقول كبيرة اكو بيها جزء فعال هو اللي يحمل الشفرة من receptor من مستقبل مادة هو ligand يعني شكبره هستاذا ناخذ علي النباع ولي هذا شكبره هذا هاي الخلية خلنا نفترض هذا هرمون هذا الهرمون بيشي اسمه ligand اللي يحمل المادة الكود الشفرة من receptor خلنا نقول هاي 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 الحمراء هاي الى آخري cells respond to certain cell الخلايا تستجيب الى certain فشي مخصص من external chemical signals اللي هي النواق للمعلومات الكيميائية that act as ligands تشتغل ligands such as هرمون او lipoprotein فتجوز من هذا lipoprotein نوع من النواع الفات according to the library of receptor they have حسب المستقبلات such receptors are always protein هاي الريسبترات المستقبلات دائما هي عبارة عن proteينات typically transmembrane proteins الموجودة داخل الممbrane داخل البلازمة membrane considering that the extracellular environment contain a multitude of molecules الا extracellular يحتوي على جزء وكمية كبيرة من المoleكور it is important that ligands and the respective receptor exhibit complementary morphology and great binding affinity شفرة اللي هو ligands تشابهون بالشكل وبالمرفولوج وال affinity affinity اللي هي ميل احدهما الى الاخر تمام فلازم يكون قفلوا مفتاح تمام هالقبغ على هالجدرية هذا المهم بهذه المعلومة بالرسبتر وال ligands عندنا موضوع اللي هو signaling molecules differ in their water solubility خلاش رح لكم به شغلة عندي رسبتر الهرمون ويجي الريسبتر مات شون رح يقف سلسلة من الأحداث رح تصير بعد ذلك شون المسلسلة تمام الأحداث هذي تشمل شون رح انقل هذه المعلومة اللي جابها الرسبتر من حافة من السطح من الخلية الى داخل الخلية دي هي النواة لازم ادي مراسيل اخرى يسموها النواق الثانية اللي تنقل المعلومة من السطح من البلازما ممبرين الى داخل النواة للصالة تمام رح ناخذها بعد نجي الى موضوع اللي هو هذي الموليكيوز تمام اللي هي سواء تكون هرمون او تكون كيميائية نيورو ترانزميتر كل نسميها اي شي يحمل معلومة نسميه سيقناليك موليكيوز هذه اكو بها هايدروفيلك جزء اكو بها آلف للماء يعني تذوب في الماء واكو بها هايدروفوبيك تنفر من الماء خلنا اخذ الهايدروفيلك موليكيوز including طبعا تحفظون الاكزام مزمالتها ينتجها بالمسي كيو يقول لك هذا هايدروفيلك ويطلع هايدروفوبيك true false هذه الهايدروفيلك اللي أليفة بالماء المواد الموجود اللي تحمل المعلومات معظم الهرمونات local chemical mediators اللي الparacrine signals كل الparacrine signals هي تكون ذائبة بالماء and neurotransmitters activate receptor protein on the surface of the target cells neurotransmitter هم تكون ذائبة بالماء اللي هي النواقل العصبية these receptors often transmembrane protein هادي الريسبتر مالتها لهذه النواقل تكون عبارة مثل ما قلنا نقول transmembrane مثل ما حجيت انه من يصير اتصال بين الريسبتر وبين الهرمون انا عندي نوب سلسلة انه داخل الخلية intermediators فالنواقل تنقل اياها مثل ما قلنا من البلازما ممبرين الى داخل نيوكلياس اللي هي الجمجمة الاب الروحي للسعز اللي هي نيوكلياس حتى تأخذ القرار زين that ultimately pass that ultimately pass the signal تعبر الاشارة اللي نسميها first messenger to its final destination تمام in either the cytoplasm or the nucleus in a process called signal transduction هذا ما نقصده بال signal transduction انه عندي اني شي اسمه first messenger وعندي شي second messenger اذا تباعوا بالصورة وجود first messenger انه عندي receptor هذا الازرق اجابي الاصفر الهرمون هذا first messenger انه اجا المرسال الاول انطعني الاشارة واستقبلتها فوق بال plasma ممبرين سين هس اني هاي الاشارة ممكن تروح لازم مستقبل الاساسي اني الريسبتر هو عبارة عن مستقبل فقط وليس target ليس target الريسبتر اني عندي ممكن target موجود بال لازم انه اني عندي المعلومة اريد اوصلها اني كمرسال اريد عندي معلومة وراثية او معلومة اريد اوصل الى تقرر الرسالة تروح توديها للماتا او توديها للنوكرياس تروح توديها للنوكرياس فحتى شي ينقل المعلومات من ال first messenger لل target tissue اللي خص الرسالة اكو شي اسم secondary messengers هذي secondary messengers اللي تنقل الاشارة الى ال target تشو هاي العملية شنسمية signal transaction اللي تشمل first messengers وال second messenger اتمنى تكون مفهومة لكم ممكن يجيبها ترى يعني شوفوا الشي من تفهمه بعدين باي طريقة ممكن يجي تقدرون اتجابه يعني من يجيك فد assay what is the signal transaction او write short notes اكتب لي فد شي فد معلومات بسيطة او فد معلومات مختصرة عن signal transaction دائما من الجاب سؤال بال biologي يحاول ترسم رسم توضيح يرسم حتى له مريدك ترسم تمام هذا شي يوضح للمصحح والدكتور الامامك انه انت فاهم وريس حافظ فقط تفتهم شون يعني first يعني second تفتهم ليش صار second زين تفتهم شون تنتقل المعلومة الوراثية من first لل second و تمر به المراحل زين فهذا مهم signal transaction مهم one of the best studied classes of such intermediatory proteins اللي g proteins هذا واحد من الانترميدياتري بروتين زي secondary messenger زي هو g protein مثل مادة تحضن بالرسم bind guanine nucleotide نيوكليوتايد يعني جزء من الجزاء nucleotide الموجود اخذناها بالستادس علمي اللي هي جزء من اجزاء الDNA والوحدات البنائية الDNA نسميها بهالاسم nucleotides تمام يرتبط هذا g بروتين بالقوانين فد نوع من النوع nucleotides and act on other membrane bound intermediators called effectors هذا راح يرتبط ب فد intermediators النوب نسميها بروتينات يعني النوب يرتبط بيها اللي يسميها effector which propagate هذا effector propagate يعني تنقل the signal further into the cell هذه effectors راح تنقل النوب المعلومة الى cell effector proteins are usually ion channels هذه عادة ان effector proteins هذه عبارة عن ion channels or enzymes that generate large quantities of small second messengers molecules يعني هي اما عبارة عن هذا effector المؤثرات اما عبارة عن channel ion او عبارة عن enzyme generate يخلق هذا الانزيم large quantities in NOB يعني هذه secondary messengers الخطوات متخلص شي يوصل شي ينطي شي يسلم الشي تمام فهذا الانزام راح يخلق لعدد غير محدود من secondary messengers such as DAG هذا نوع مهم من أنواع secondary messengers هو أيضا cyclic AMP B هو نوع مهم من أنواع secondary messengers وال INNO C T T أيضا نوع من أنواع secondary messengers the ions now المعلوم من first to second how does get G protein G protein ينطي ه لل effector the effector ستخلق لعدد غير محدد من secondary messengers which تنقل بعد the ion or second messengers diffused through the cytoplasm هذا ستنتشر بال راح تكبر هذي first signal الإشارة الأولى and triggering a cascade راح تحفز لنه cascade سلسلة of molecular reaction تفاعلات بين هذي الجزيئات that lead to change in the gene expression or cell behavior راح تخلي لي راح تأدي لي لتفاعلات هذي التفاعلات تشوي لتغيير بال gene expression بال تعبير أو تخلي لي تغيير بال cell behavior بال التصرف الخلية هذي أخذنا الhydrophilic هذي كل هذي نحكي عن الhydrophilic الجزيئات اللي تذوب بالماء مثل من أخذنا between the most of the hormones and the paracrine signals تنحفظ هذي تمام ناخذ النوع الآخر من النواقل اللي تحتوي على معلومات اللي نسميها signaling molecules النوع الآخر هو الhydrophobic الجزء الذي ينفر من الماء ولا يألف هو such as small steroid steroid هذي الاستيرويدات ملاحظين انتم كورونا كانوا يأخذون المرضى اللي يبعد ها عنكم شاء الله وعن أحبابكم كانوا يأخذون steroid اللي نسمي prednisolone مثلا الحب prednisolone cortisone جماعة الأسمة جماعة الربو يأخذون cortisone hydrocortisone نلطي تحفيز السلسلة المناعية تتحفز السلسلة المناعية نثبتها عن طريق الاستيرويدات حتى تعرف شو يعني استيرويد تمام لأن تنسيل عنه ويهمك بعدين واحد من ينقرس بزنبور أو بنحلة أو بأي نملة insect bite درا جسمه درا كل شي قام يحك بكل جسمه هذا معناته شنو معناته لدغة الزنبور حفزت لخلايا مناعية هائلة مثل الهستامين تمام رح تعلق الخلايا المناعية والرسبونس الاستجابة المناعية تكون عالية جدا بهيش بيش حالة شننطيها ننطيها الاستيرويد ننطيها فالدغوبرا هايدرو كورتيزون حتى يصير عندها تخميد للاستجابة المناعية ويكون الحدث هذا شورت يعني مطوي القبر تتخمد الخلايا المناعية ويصير المريض كل شي ما به يرجع لون الجسم الطبيعي وتروح من عند الحك هذه الشي اسمه السمول ستيرويد ستيرويدات هارمون اللي هارمونات الغدى الدرقية بصورة قابلة للإنفكاك يعني قابل للاسترجاع وقابل للإنفكاك بصورة ثابتة هذي راح ترتبط بكاريير بروتيين بلازمة لترانسبورت ترو الغدى الدرقية أول ما تفرز الغدى الدرقية راح ترتبط ببروتينات هذي البروتينات نسميه كاريير يعني ناقل يعني شون واحد يقوده واحد يقوده يحتضم ويقوده تمام هذه الهرمونات اللي هي السيرويدات والثيرويد آر لايبوفيليك لايبوفيليك يعني أليفة للدهون الذوب والدهون وهيدروفوبيك معناتها ذائب غير أليفة للماء أي شيء يقل في الدهون يكون يعني أي موليكيولز تكون لايبوفيليك أليفة للدهون تكون هيدروفوبيك والعكسه صحيح وانس ريليست فروم من ينفلت من هذا الكاريير بروتينات يكون اكتف يعني وجوده من الكاريير بروتينات انكتف مايقدي دوره ولكن من ينفلت بدون قبل بالليبت بيلاير أو من يريد أن يريد الوحى السيل مات المعينة طب قبل بدون الذق الباب لأنه هذا البلاسما مبراين عبارة عن دهون وهذا مخترق للدهون يذوب بها في طب قبل للتارجة تيشو تارجة سيل and bind to specific intrast ريليل ريسепتر بروتينات راح تكون المستقبلات ماتة داخل الخلية وليس على الجدار الهرمون يروح للنوات and bind with high affinity to specific دينا يعني هذا البروتين والمستقبل والهرمون راح يتحركون للنوات ورح يتحدون with high affinity بقابلية عالية affinity هي القابلية عالية للالتساق ويال consequence of دينا فالجزء من الأجزاء الدينا this generally increases the level of transcription هذا راح يزيد للسنساخ from specific genes هذا راح يزيد للسنساخ راح يقول من يرتبط ب هذا الدينا هذا مو الحال يرتبط راح يقول عني جايب محلومة انه تزيد للسنساخ مع الفلان جين حتى ينطين فلان action فرح يزيد للسنساخ مع specific gene each steroid هرمون is recognized by a different number of family of homologous receptor proteins مثل ما حتشي انا وتعبنا انه شكوا هرمون الى ريسبتر هذا ريسبتر يستقبل فقط الهرمون اللي ياخذ الشفر مات اوكي clinical notes several diseases have been shown to be caused by defective ريسبتر مثل ما قلت انا اكو بعض الامراض مثل دوارفزم اللي هي اوكي ومثل الامثلة اللي اخذنا فوق for example هنالا ناخذ على مثال اخر يسمى seedo hypo parathyroidism خلا فصل لكم هاي الكلمة خلناخذ اول شنية parathyroid gland اكو شي اسم parathyroid gland اللي هي تصير وين بصف الthyroid gland اللي تصير بالرقب ماتك كل من يتلمس الرقب ماتك س ما تبين من تصير مريضة تمام الثايرو gland هي الغدد الدرقية وراها بظهرها اكو شي طبب صغار اربع طبب اللي هي parathyroid glands تمام هاي parathyroid glands مسؤوليتها شنو افراز parathyroid hormone اللي يسمح ب release of calcium من البون لل blood تمام من يسعد رح يزيد افراز الكالسيوم من البون ينفك من البون ويروح للدم تمام هذا نمخلينا لذلك المريض حتى يحافظ على الكالسيوم لازم عنده normal parathyroid hormone من يصير عندي خلل بالparathyroid hormone رح يجين المريض مثل الشلل اذا ليش بسبب الhypo calcemia الكالسيوم ما التلوغ قليل ليش لان ما عنده من يقل لحنا عندنا الكالسيوم البشر الطبيعيين رح الparathyroid glans مرات يصير بيهم hypoparathyroidism اذا المصطلح اللي هو pseudo hypoparathyroidism hypoparathyroidism اللي هي انخفاض مستوى فعالية الparathyroid glans السيدو معناته الغير حقيقي نسمي سيدو تمام السيدو hypoparathyroidism اللي هي ضمور بغدة الparathyroid ولكن غير حقيقي هذا المرض تمام نكمل سيدو فوركزامل داناخذ عن هذا المرض عن a type of dwarfism هذا type جاب السيدو طبعا هنا خلن نرجع عليه السيدو هنا انه دايصر عندي داياخذ مثال عن انه خلل بيروسепتر اكو خلل بيروسепتر اللي يستجيب للparathyroid هرمون اذا صار عندي خلل بي فمعناتها انت شرح تتخيل ديش سمينا سيدو انت من عندك رح يجيك المريض رح يجيك المريض الكاريسيوم ما تلو تمام تروح تحلل تفحص تسوي شوف انه الparathyroid هرمون ما تتك نورمال طبيعي دايين فرز من الparathyroid gland زين ليش قلنا hypothyroid معناتها اني عندي القلاند صحيحة وشغالة وده تنطيني الparathyroid هرمون بس الريسبتر بي خلل المريض يجيني hypocalcemia تمام فاش اقول ضمور الغدة الغير حقيقي هو بالاصل مو ضمورها هو الاصل انه عندي الريسبتر بيدمج تمام بذلك حطانا كلمة سيدو لو اكو ضمور حقيقي كان قلنا hypoparathyroid ليش يعني قليل عندي افراز الparathyroid هرمون بذلك قلنا سيدو and a type of dwarfism are caused by non-functioning parathyroid and growth hormone receptors يصن عندي خلل بالرسبتر وفي الرسبترات ما growth وما الparathyroid هرمون in these two conditions the glands produce the respective hormones راح تفرز الهرمون but the target cells don't respond because the lack of the normal receptor ما عد ه normal receptor الريceptor ما لتي مريض بخلل وهنا نكون كم من المحاضرة أي سؤال أو استفسار تذا متوجفوا على القناة باليوتيوب إن شاء الله نكون نجاوبكم عن أي أس إذا ببالكم المحاضرة مهينة ولكن دسمة جدا مهمة ومليئة بالمعلومات المهمة اللي ممكن تجي بالامتحان موفقين إن شاء الله بكل امتحان تكون